السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروال منصور من قناة أسرار الزراعة اليوم بدي أعلمكم طريقة عبقرية للقضاء على حشرة المن بأسرع وقت ممكن هاي الحشرة المزعجة اللي تقضي على المحاصيل الزراعية وأيضا على الزهور وأيضا على أشجار الحمضيات هاي الحشرة تعتبر معضلة ليش تعتبر معضلة بالرغم من أنه يتوفر إلهم وبيد حشري بالصيدلية الزراعية إلا أن هاي الحشرة تتكاثر بسرعة كبيرة جدا وأيضا مخلفات هاي الحشرة جاذب للنمل والديدان ولأمراض كثيرة لذلك اليوم بدي أعلمكم طريقة عبقرية للقضاء على حشرة المن بأسرع وقت ممكن والخطورة اللي تتميز بها حشرة المن أي أنها تتكاثر من خلال البيوض ومن خلال الولادة وبدون أي تلقيح ذكري لذلك هي تتكاثر بسرعة كبيرة جدا وبفترة قصيرة جدا وتتقذى على النموات الخضرية الحديثة اليوم بدي أعلمكم هاي الطريقة الفريدة للقضاء على حشرة المن وعلى باقي الحشرات بشكل عام بدنا نستخدم البفباف اللي نستخدمه بالمنازل للقضاء على الصراصير وعلى النمل وعلى البعوض وعلى جميع الحشرات هذا المبيد فعال وسريع جدا بالقضاء على الحشرات وأيضا آمن بالنسبة للنباتات احنا جربناه على نبتة قبل ما نستخدمه على باقي الزهور والنباتات وكانت فعاليته قوية جدا وبدون أي مضرة على النباتات لذلك إذا أنت كان عندك حوض زريعة وعندك زهور وعندك نباتات وحتى خضروات بإمكانك تستخدم هذا المبيد الفعال قد يقول أقال يا بصالح إذا كان هذا الدواء فعال للقضاء على الحشرات وبسرعة كبيرة جدا إذن ليش ما يباع بالصيدليات الزراعية ويرش بيه أشجار الحمضيات والبرتقال والمشمش والليمون وباقي أشجار الحمضيات هذا الدواء كميته قليلة جدا وتركيبته قوية جدا وفاعليته كبيرة مخصص للاستخدام المنزلي لذلك كميته قليلة وسعره غالي أما الدواء اليباع بالصيدليات الزراعية ويرش بيه أشجار الحمضيات يمزج من خلال المياه وتكون كمية الدواء قليلة ويخلط معها كمية مياه كبيرة حتى يكفي البساتين الكبيرة إذن بما أنه عندنا حوض زريعة قليل وازهار ونباتات قليلة محدودة بحديقة المنزل بإمكاننا نستخدم البافاف ويقتل الحشرات من خلال الرائحة لكن إحنا بدنا نكثر على النباتات حتى الشعيرات الموجودة على الأوراق تنتص هذه المادة وتتخزن بالأوراق وحتى لو رجعت حشرة المنة الجديدة وبلشت تمتص العصارة من الأوراق رح يغضي عليها هذا المبيد لأنه يكون مخزن بالأوراق إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة كان معكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته